مرحبا بكم اليوم سوف نرى لعبة جديدة اسمها اللعبة هذه لعبة استراتيجية كما الشدران يبدأ على أشهر التراب والطاروين والعبات وبدأ لعبة في الشكل ارمز جين هي لعبة التي تعتمد على الذكاء هي لعبة عدم شفا كما قاعدين نرى هذه هي ارمز جين سوف نختار الكلور كما نلعب بها سوف نضعهم في مختلفة مختلفة سوف نضعهم في البقرة التي تريد أن تلعبها والمكان التي تختارها لذلك سوف نضع سوف نضع الجوار هنا سوف نضع هذا هنا وهذا سوف نضع هنا سوف نضع الجوار هنا سوف نضعهم في مختلفة في مختلفة في مختلفة ويبدأ حرف كما قلت لا يوجدهم أيضا لا يوجدهم لا يوجدهم من المختلفة هنا سوف نضع الحمر أو الخضر وهذا الذي يختار كيف نضع نبدأ هنا لدي أرمز جين لتحرك في مختلفة مثل هذا لا تكون اللعب بها وإذا كان يمشي على الخطط هنا سوف نضع الجوار هنا كل ما يقدم يجبني هنا وليس لي هو يكني كما تنجبني بالضبط يبدل عليها في قوانين اللعبة وفي الشكل بالضبط كما نرى هو هذا عندك يقدم القدام وعلي ساق وتركك بالضبط يعني في الوسط يعني كما نقول القطر يمشي تركك كما نقصد مع وضم ومشي أنه لنصل ل لنصل لأنه الذي يبدأ في الوقت او كم حاصر معنا اذا اجبت لهو على اليسار كيف كيف تقدم لهو على اليسار لا تجد الوقت ان يقرر ديما نحاول مع بعضه ديما نبعد على الوحدات اينا معنا الجوار اينا ديما نحاول معنا اكل جوارات باقي اذا اينا نقرب للبريسدنط هم لذا لدي لاتاكون ذاكوات المارينز تحرق اكثر من الاتاكون ديما نحن اينا اذا كيف تستعمل اليكوبتر أو مختلفة مختلفة يجب عليك أن ترسل الأشياء تفهمت هذا هو قدمه بالهليكوبتر كيف كيف سنقدم له بها ونحن نقرب الهدف نحن نحاول أن نقربه لأخذ طبقاً لكي تصل إلى البرزيدن وتقوم بتغيير عنها وعندما تصل إلى البرزيدن تقوم بتخسين اللعب وقبل أن تصل إلى البرزيدن فإن كانت أدفع تحرير لكي تجد يجب عليك أن تقضي عليه قبل أن تصل إلى البرزيدان إذا كنت تقضي على البرزيدان قبل أن تقضي على البرزيدان تخسر جيدا كما أعطي الحارس الأول ثم أعطي الحارس الثاني ويجب عليك أن تقضي على البرزيدان ونقضي على البرزيدان ونقضي على البرزيدان أربس ملعبا بها ياسر سهلة تحصل أنها تفكير ويجب عليها تخديم مخ كما هي ترانجة وكما هي تخديم أكثر مخ